للحديث حول ما يحدث في مدينة سبهة معنا عضو مجلس حكماء وعياء مدينة سبهة سيد حسن الرقيق سيد حسن بالمجمل في مدينة سبهة إلى أين وصلت الاشتباكات وما هي الأوضاع العسكرية في مدينة سبهة إذا صح التعبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد الفضل اليوم الاشتباكات من الصباح ليس هناك اشتباكات لكن أمس كانت حالة الوطيسة وقوية جدا وسيد الفضل حتى نوضح لك بشفافية أن الآن القتال بين ما بقى من جيش القبائل والوسط مع دعم من بعض ريالات الأسف الشديد في ما يسمى بالمقاتلة وبعض تنظيم الدولة الذين هربوا من سبهة وغربوا من درنا هذا هو الحقيقة الموجودة الآن لأن كل من يقاتل الآن معظمهم هم البشر البيضاء وضباط كانوا في الجيش الثالث طيب حصيلة الاشتباكات التي وقعت بلامس سواء كانت حصيلة من ناحية البشرية أو أضرار من ناحية البشرية أو المادية أيضا الحصيلة طبعا ما كان فيه قتيل واحد من اليوم الثالث وست شرحة وشهيد إن شاء الله نحسب عند الله شهيد والآخرين بالتأكيد ستكون الأمور أكثر خسائل لأنه كان الردق قاسي جدا جدا من اليوم الثالث طيب بما أشرت في حديثك إلى تدخل ما يعرف بجيش القبائل وأيضا لربما تنظيم الدولة هذا بحسب قولك ما الذي يمكن أن نستفيد جيش القبائل في تدهور الحالة العسكرية والأمنية في مدينة سبهة ما زال هؤلاء يحلمون بعودة النظام هذه هي المطالب فقط أو هذه هي حجم الاستفادة فقط سيطرتهم على الجنوب يا سيدي فاضل سيطرد لأن هناك مع تسكان مرضك خاصة من التابو في سبتمبر الماضي تغطت مرضك بالأعلام الخضراء وهذا عندما يسيطر على الجنوب وخاصة سيطرها يبقى جزء كبير من ليبيا إن شاء الله والذي سيطر على الجنوب هو سيطر على جزء كبير من ليبيا وبداية يحسبون نفسهم بأنها بداية نارية وفعلا عندما يسيطر على الجنوب يقلق ليبيا كلها صح بالفعل طيب ولكن بحسب هذا الحديث اللواء السادس هو جهة رسمية أو قوة أمنية رسمية تتبع لرئاس المقترح أليس من المفترض هنا تحرك رئاس المقترح بقوات أو بدعم لوجستي أو مادي إلى اللواء السادس ماذا؟ لحد الآن ليس هناك دولة غائبة دولة تماما في منطقة الجنوبية لماذا؟ لماذا برأيك؟ لا نعرف لا نعرف بأن اللواء السادس جد فترة في الأيام الماضية تم تكليف ضابط من ضباط ما يسمى بالقيادة العامة وأما من دخل الضباط والجيسة الواء السادس هم يعرفون ليبيا وشرعية ليبيا التي تثمت للنفاق طيب من ناحية أخرى سيد حسن بالفعل لا أخفيك سر أن هناك دعم من الدخائر والأسلحة جاءت من المنطقة الشرقية هذا صحيح هذا واقع لله يعني دعم لواسد لكن هذا ما يعني تبعية بالكاملة كجنوب الضباط للمنطقة الشرقية باعتبار أن هذه لا استحواله خير جاءت من رزق ليبيا ورزق ليبيا سواء كان في الشرق والعرض في النهاية هو حق لكل الليبيين طيب دعني من هذا الملف في ملف آخر وفي نقطة أخرى جهود المصالحة والحوار مثلا مع جيش القبائل والوصول إلى نقطة توافقهم بعدها يبنى التوافق بين الطرفين أين جهود المصالحة في ذلك؟ سيدي الفاضل جيش القبائل وما بقى من الذين بأمان يعني حتى كثير من سمتبرية تأخروا وقالوا وارسانوا للواقع وقتنعوا بالواقع لكن بعض منهم ما زال يرقص رقصة المذبوح ما بقى من هؤلاء يعني لا أضبهم كلهم بصراح لأن هناك فيناس أصبحت يد بنا وأصبحت سعدنا وأصبحوا مستعدين للنقاش لكن هناك منحارفين هناك شواد كل قاعدة فيها شواد هناك شواد إلى حد الآن يحلموا ولذلك هؤلاء يعملوا لي شلل الدولة بأي طريقة كانت شلل هذه المنطرة بأي طريقة كانت المهم حتى رغمهم يعرفون أنهم قد لا يخرون بسهولة لكن المهم عندهم خطة أدميرية يدمروا البلد وكشلوها في الجنوب طيب المتحدث باسم حكمة وعي مدينة سوفكم تمامنا على الهاتف شكرا جزيلا لك